بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه يسعدني طلابي وطالباتي استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاني اليوم سنتعرف على طريقة جديدة لتحليل كثيرات الحدود تدعى بالمربعات الكاملة لكن لنسترجع ما قمنا بدراسته من الحصة الماضية عن طريق حل تمارين الواجب تعرفنا على طريقة التحليل باستخدام الفرق بين مربعين حلل كل كثيرة حدود مما يأتي نستطيع استخدام أكثر من طريقة للتحليل ونستطيع استخدام نفس الطريقة لأكثر من مرة لدينا الآن هنا أربعة حدود لنبحث لا يوجد بينها قاسم مشترك إذن سنقوم بتجميع الحدود المتشابهة ما أمكن هنا بالنسبة لأول حدين 2 جيم 3 زائد 3 جيم تربيع والقوس الثاني سالب 2 جيم ناقص 3 نلاحظ هنا بينهما بالنسبة للقوس الأول لدينا قاسم مشترك وهو عبارة عن نلاحظ هنا القاسم المشترك بالنسبة للقوس الأول عبارة عن جيم تربيع والقاسم المشترك للقوس الثاني عبارة عن سالب 1 إذن نلاحظ الآن أصبح القوس 2 جيم زائد 3 قاسم مشترك نستطيع إيجاده خارجاً كقاسم مشترك وتصبح لدي 2 جيم زائد 3 وما يتبقى من الحد الأول جيم تربيع ناقص 1 لكن لا نتوقف هنا ما زال يوجد لدي تحليل آخر نلاحظ أن العامل الثاني هنا يمثل لنا فرق بين مربعين إذن لا بد عند إجراء التحليل أن تكون في أبسط صورة لا يمكن تحليلها إلى أكثر من ذلك لكن هنا يوجد لدي فرق بين مربعين أستطيع تحليله بشكل أكثر فتصبح جيم ناقص 1 في جيم زائد 1 إضافة إلى العامل الأول 2 جيم زائد 3 إذن نستطيع استخدام أكثر من طريقة للتحليل السؤال الثاني من تمارين الواجب حلل أو حل هذه المعادلة 36 لام تربيع تساوي 121 حل المعادلة لا بد أن نستخدم بها خاصية الضرب الصفري وحتى نستطيع استخدام هذه الخاصية نقوم بكتابة كل الحدود بطرف واحد ونساويها بالصفر هنا لدينا 121 بالطرف الأيسر إذن سنقوم بطرح 121 من الطرفين فنحصل على هذه المعادلة نلاحظ الآن أن الطرف الأيمن يمثل لنا فرق بين مربعين 36 لام تربيع هي مربع للستة لام و 121 هي مربع لل11 والإشارة بينهما إشارة سالبة إذن تحققت الشروط الثلاث نستطيع تحليلها الآن إلى قوسين أحدهما حاصل الجمع 6 لام زائد 11 والآخر حاصل الطرح 6 لام ناقص 11 لم ننتهي من الحل قمنا بالتحليل فقط الآن سنبحث عن حل هذه المعادلة عاملين حاصل ضربهما يساوي صفر إما أن يكون العامل الأول يساوي صفر أو العامل الثاني يساوي صفر هي معادلة نستطيع حلها 6 لام ناقص 11 تساوي صفر ذلك يعني أننا سنضيف سنبدأ بإضافة 11 للطرف الأيمن والطرف الأيسر فتصبح 6 لام تساوي 11 نريد إيجاد قيمة لام إذن سنقوم بقسمة الطرفين على 11 فنحصل على أن قيمة لام تساوي 11 على 6 نبدأ بحل المعادلة الثانية بنفس الطريقة 6 لام زائد 11 تساوي صفر نطرح 11 من الطرفين فنحصل على 6 لام تساوي صفر سالب 11 ونقوم بقسمة الطرفين على 6 فنحصل على أن لام تساوي سالب 11 على 6 إذن أوجدنا القيمة الثانية وقمنا بحل هذه المعادلة اليوم سنتعرف على طريقة جديدة لتحليل كثيرات الحدود تدعى بالمربع الكامل أولا لا ننسى الإشارة إلى رابط الدرس الرقمي للاستزادة والاستفادة من التمارين المطروحة تعرفنا في الحصة السابقة أو فيما سبق على إيجاد ناتج ضرب مجموعة وحدتي حد بالفرق بينهما هذا من ضمن الحالات الخاصة التي قمنا بدراستها في الباب السابق أما في هذا الباب أو في هذا الدرس سنقوم بالعكس سنقوم بتحليل ثلاثية الحدود على صورة المربع الكامل وسنتعرف على المقصود بكلمة المربع الكامل كما أننا سنقوم بحل هذه المعادلات باستخدام خاصية أيضا الضرب الصفري إذن مفرداتنا الجديدة هي عبارة عن المربع الكامل لثلاثية الحد وهذا ما سنتعرف عليه في بداية درسنا لهذا اليوم لكن دائما ضوابة اكتشاف أي معلومة لدينا هو السؤال دائما بلماذا لنرى الآن هذه الصورة حينما نرمي كيس من البلاستيك أو حصاء يمكن أو حجر أن تسقط بالسرعة نفسها لذلك سنحتاج إلى حل هذه المعادلة خمسة نون تربيع نون تمثل الزمن ولام يمثل الارتفاع لمعرفة الزمن الذي يحتاجه الجسم حتى يصل إلى الأرض إذا سقط من ارتفاع ابتدائي وليكن لام أس صفر حيث نون كما قلنا تمثل الزمن ولام تمثل هذا الارتفاع إذن نحتاج إلى تحليل ثلاثية الحد هنا نحتاج إلى إيجاد قيمة لام كما نلاحظ تحليل ثلاثية الحد على صورة المربع الكامل نقصد بها أن تكون نفس الحد مضروب في نفس مرتين أخذناها سابقا في الفصل السابق حينما تعرفنا على طريقة إيجاد مربع مجموع حدين أو مربع الفرق بين حدين وكان الناتج عبارة عن ثلاثة حدود كما بهذا الشكل ألف زائد باء تربيع وألف ناقص باء تربيع هي عبارة عن مربع المجموع ومربع الفرق كان طريقة التحليل أو إيجاد تحليل المربع الكامل بهذا الشكل نقوم بما أنه مربع مجموع حدين نقوم بتربيع الحد الأول وتربيع الحد الثاني ثم نقوم بإيجاد الحد الأوسط هذا بالنسبة لمربع المجموع لا يختلف عنه كثيرا مربع الفرق إلا باختلاف الإشارة بما أنه عبارة عن كما قلنا مربع الفرق بين حدين نقوم بتربيع الحد الأول وتربيع الحد الأخير وإشارة الحد الأوسط هنا إشارة سالبة هنا الناتج النهائي بعد إيجاد حاصل ضرب مربع المجموع بمربع الفرق هذا ما سنطلق عليه اسم مربع كامل لثلاثية الحد إذن نقصد بالمربع الكامل ثلاثة حدود الحد الأول عبارة عن مربع والحد الأخير عبارة عن مربع والحد الأوسط عبارة عن اثنين مضروف في حاصل ضرب الأول ضرب الثاني سنتعرف على المزيد من ذلك أثناء هذا الشرح أولا نستذكر سويا الحالات الخاصة من ضرب كثيرات الحدود التي تعرفنا عليها في الباب السابق تعرفنا على مربع مجموع حدين كما قلنا نقرأ بطريقة رياضية صحيحة مربع مجموع حدين حاصل ضربهما يساوي الحد الأول تربيع زائد اثنين ضرب الأول في الثاني زائد الثاني تربيع وهذا ما نستطيع أن نطلق عليه كلمة مربع كامل أما بالنسبة للحالة الثانية من الحالات الخاصة لضرب كثيرات الحدود مربع الفرق بين حدين نعم مربع الفرق بين حدين والناتج عبارة عن ثلاثية حد بهذا الشكل تساوي ألف تربيع وهنا الحد الثاني باء تربيع ناقص هذا يعتبر الحد الأوصد اثنين ضرب ألف في باء وهذا أيضا يسمى مربع كامل اكتملت فيه الحدود الثلاث أيضا تعرفنا من ضمن الحالات الخاصة على حاصل ضرب مجموع حدين بالفرق بينهما وهو ما يساوي ألف تربيع ناقص باء تربيع الذي تعرفنا عليه في الحصة السابقة عبارة كان عن فرق بين مربعين إذن تعرفنا على الفرق بين مربعين وكيفية التعامل معه وإيجاد طريقة التحليل بعكس اتجاه السهم إذن في هذا الدرس وفي هذه الحصة سنتعرف على طريقة تحويل المربع الكامل إلى عاملين إذن سنقوم بعكس الاتجاه هنا سيكون لدي المربع الكامل وسنحاول إعادته إلى مربع مجموع حدين حاصل ضرب عاملين أيضا يوجد لدي مربع كامل بحاصل الطرح وسنحاول إعادته إلى مربع الفرق بين حدين كما قمنا في الحصة السابقة بإعادة الفرق بين مربعين إلى عاملين أحدهما حاصل الطرح مع حاصل الجمع لحدود لجذور هذه الأعداد المربع إذن سيتضح لنا ذلك من هذا المثال سين ناقص اثنين مضروب في سين ناقص اثنين نلاحظ أنه نفس الحدود مضروبة في بعضها البعض مرتين إذن نستطيع أن نعتبر أنه مربع الفرق بين حدين سين ناقص اثنين تربيع إذن نقوم بتربيع الحد الأول سين تربيع ونقوم بتربيع الحد الثاني عبارة عن أربعة وبالنسبة للحد الأوسط هو عبارة عن اثنين ضرب الأول ضرب الثاني مع المحافظة على الإشارة إذا كانت الإشارة هنا سالبة إذن الحد الأوسط سالب أما لو كانت موجبة ستصبح موجبة إذن حولناها إلى مربع كامل مثال آخر على مربع المجموع حدين كيف يمكن إيجاده؟ يمكن تحويله إلى ثلاثية حد بهذا الشكل يكون الحد الأول مربع سين تربيع والحد الثاني مربع أما بالنسبة للحد الأوسط يساوي اثنين ضرب الأول ضرب الثاني مع المحافظة على إشارة الحد الأوسط إذن هذا ما يسمى بالمربع الكامل إذن استرجعنا سويا طريقة التعامل مع مربع المجموع ومربع الفرق وكيف يمكن تحويلها أو إيجاد ثلاثية الحد وتصميتها بمربع كامل كيف يمكن الاستفادة من ذلك في طريقة التحليم؟ مثلا لدينا الآن هذه ثلاثية الحد 16 سين تربيع زائد 24 سين زائد 9 هذه تمثلنا مربعا كاملا للبحث الآن ما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق في ثلاثية الحد حتى يمكن اعتبارها مربع كامل؟ وبالتالي حينما نعتبرها مربع كامل نستطيع إعادتها إلى قوس تربيع ما تعرفنا عليه في الحصة السابقة إذن ما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق في هذه الحدود؟ أولا لا بد أن يكون الحد الأول مربع هنا 16 سين تربيع هي مربع للأربع سين إذن هذا الشرط الأول الشرط الثاني لا بد أن يكون الحد الأخير أيضا مربع وهذا مربع للعدد ثلاثة الشرط الثالث لا بد أن يكون الحد الأوسط عبارة عن 2 ضرب الأول ضرب الثاني الأول عبارة عن 40 والثاني عبارة عن الثلاثة إذا كان الحد الأوسط يساوي هذه القيمة إذن اكتملت الشروط الثلاث وبالتالي أصبح الآن هو عبارة عن مربع كامل فعلا الحد الأوسط 2 ضرب الأربعة ضرب الثلاثة عبارة عن 24 سين إذن اكتملت الشروط الثلاث لدينا إذن نستطيع اعتباره مربعا كامل ما الفائدة من تحقق هذه الشروط واعتباره مربعا كاملا؟ بهذه الحالة نستطيع تحليله إلى مربع مجموع حدين ما هي الحدود التي نتحدث عليها؟ جذر الحد الأول 40 وجذر الحد الثاني 3 ومن الحد الأوسط نستطيع اعتبار الإشارة إذن فعلا قمنا بتحليلها كونها مربعا كاملا قمنا بتحليلها إلى مربع مجموع حدين سيتضح هذا كله مع حل التمارين قبل ذلك نقوم بكتابة وتدوين ما قمنا بملاحظته في المطوية تحليل ثلاثية الحدود التي تشكل مربعا كاملا كرموز نستطيع كتابتها بهذا الشكل ألف تربيع زائد 2 ألف باء هذا ما يسمى الحد الأوسط زائد باء تربيع تساوي مربع مجموع حدين وإن كانت إشارة سالبة فهو مربع الفرق بين حدين كهذا الشكل نلاحظ هنا لدينا ناقص 2 ألف باء ذلك يعني أن هذا الحد الأوسط يوضح لنا أنها مربع الفرق أما الحد الأوسط هنا يوضح أنها مربع المجموع إذن إشارة الحد الأوسط مهمة حتى نستطيع تحديد ما هو المربع الموجود لدينا لنقم بإضاح ذلك عن طريق الأمثلة سين تربيع زائد ثمانية سين زائد 16 أولاً السين تربيع هي مربع للسين هذا الشرط الأول 16 مربع للأربعة وهذا هو الشرط الثاني لنبحث الآن لحد الأوسط هل هو 2 ضرب سين ضرب أربعة؟ فعلاً 2 ضرب سين ضرب أربعة تساوي ثمانية سين بالتالي تحققت الشروط الثلاث إذن نستطيع اعتبارها مربع كامل وبهذه الحالة ما الفائدة من اعتبارها مربع كامل؟ نستطيع كتابتها على شكل مربع ماذا؟ مربع مجموع حدين سين وأربعة وعبارة عن مربع للمجموع مثال على مربع الكامل بالنسبة للطرح نلاحظ هنا لدينا سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة لنبحث الشروط الثلاث سين تربيع هي مربع للسين إذن هذا الشرط الأول تسعة مربع للثلاثة هذا الشرط الثاني لنبحث تحقق الشرط الثالث اثنين ضرب سين ضرب ثلاثة هل تساوي الحد الأوسط؟ لنرى اثنين ضرب سين ضرب ثلاثة تساوي ستة سين نعم إذن تحقق الشرط الثاني والإشارة بينهما ستصبح إشارة سالبة إذن استفدنا من ذلك أننا سنستطيع كتابتها على شكل مربع الفرق بين حدين إذن قمنا بتحليلها أيضا إلى عاملين إذن كما بحثنا سابقا شروط الفرق بين مربعين أيضا هنا نبحث شروط المربع الكامل لنقوم بحل مجموعة من المسائل أو التمرين حتى تتضح الصورة لدينا نريد الآن فقط في هذه الحصة تمييز ثلاثية الحد التي تشكل مربعا كامل لنبحث ما هي الشروط التي لا بد من تحققها حتى نعتبره مربعا كاملا لنرى الآن هذا المثال حدد ما إذا كانت ثلاثية الحدود تشكل مربعا كاملا أم لا أربع صاد تربيع زائد 12 صاد زائد 9 أولا الشرط الأول هل الحد الأول مربع؟ هل أربع صاد تربيع عبارة عن مربع؟ نعم أربع صاد تربيع هي مربع لاثنين صاد إذن الشرط الأول متحقق لنبحث الآن الشرط الثاني هل الحد الأخير عبارة عن مربع ونقصد به التسعة؟ التسعة تعتبر نعم مربع للثلاثة إذن الشرط الثاني يتحقق لدينا سنبحث الآن الشرط الثالث وهو المهم هل ثنين دائما قانونها ثنين ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني الحد الأول لا نستطيع التعامل معه نستطيع التعامل مع جذر هذا الحد أربع صاد تربيع جذرها اثنين صاد والتسعة جذرها الثلاثة لنرى الآن الناتج اثنين ضرب اثنين صاد ضرب ثلاثة الناتج يساوي اثنعش صاد فعلا هي عبارة عن الحد الأوسط إذن نستطيع أن نقول بأن الشرط الثالث أيضا تحقق لدينا إذن نستطيع اعتبارها الآن مربعا كاملا ما هي الفائدة من تحقق الشرط الثلاث واعتبارها مربعا كامل حتى نستطيع كتابتها على شكل عوامل الآن ستصبح مربعا كاملا بالتالي هي مربع مجموع أم الفرق من الذي يحدد لنا ذلك؟ إشارة الحد الأوسط بما أنها موجبة إذن نحن نتحدث عن مربع المجموع ونستطيع كتابته بهذا الشكل اثنين صاد إذن نستطيع كتابته على شكل الحد الأول هذا جذره عبارة عن اثنين صاد والحد الأخير جذر الثلاثة وإشارة الحد الأوسط موجبة وهو مربع كامل إذن نستطيع تحليله بهذا الشكل إذن الفائدة من وجود أو التحقق من الشروط الثلاث أن نصل إلى تحليله على شكل مربع مجموع أو مربع الفرق لا بأس من مزيد من التمارين حتى نتأكد الآن لدينا حدد ما إذا كانت كل ثلاثية حدود هي مربع كاملا 90 تربيع ناقص 60 زائد 4 أولا بحثنا الشرط الأول ما رأيكم بالنسبة لـ 90 تربيع هل هو مربع كامل؟ نعم وهو مربع لـ 30 هو عبارة عن 90 تربيع الشرط الثاني هل الحد الثاني الأربعة مربع؟ نعم هي مربع لـ 2 إذن نبحث الآن الشرط الثالث هل الحد الأوسط يساوي 2 ضرب الأول في الثاني الأول 30 والثاني عبارة عن 4 نوجد حاصل الضرب يساوي الناتج 2 ضرب الثلاثة عبارة عن 6 ضرب الأربعة 24 سين ما رأيكم بالنسبة للحد الأوسط؟ هل أوجدنا نفس القيمة 2 ضرب الثلاثة ضرب 2 هنا لدينا نأخذ الجذر إذن نتعامل مع الجذر 2 ضرب الثلاثة ضرب 2 يصبح الناتج يساوي 12 سين سين نلاحظ أن الحد الأوسط 6 سين المذكور لدينا هنا لكن لا نستطيع اعتبار أن الشرط الثالث متحقق إذن لا نستطيع إطلاق كلمة مربع كامل على هذه الحدود وبالتالي لا نستطيع تحليلها إلى مربع مجموع أو مربع الفرق بين حدين إذن لا بد من تحقق الشروط الثلاث حتى نستطيع تحليلها إلى مربع مجموع أو مربع الفرق الآن لدينا هذه الفقرة من تحقق من فهمك 9 صات تربيع زائد 24 صات زائد 16 نبحث الشروط الثلاث الشرط الأول هل الحد الأول مربع؟ نلاحظ أن 9 صات تربيع مربع للثلاثة صات إذن الشرط الأول يتحقق هل الـ 16 أو الحد الثاني مربع؟ نعم الـ 16 عبارة عن مربع للعدد 4 هل الحد الأوسط يساوي 2 ضرب الأول في الثاني الأول ثلاثة صات والثاني أربعة؟ 2 ضرب الثلاثة صات ضرب الأربعة نلاحظ أن الناتج عبارة عن فعلا 24 صات إذن هو يمثل مربع كامل بعد أن تحققت الشروط ما هي الفائدة؟ نستطيع كتابته على شكل مربع ماذا؟ هل هو مربع مجموع أم مربع فرق؟ إشارات الحد الأوسط موجبة إذن نستطيع كتابته على شكل مربع مجموع حدين إذن قمنا بتحليله إلى مربع مجموع حدين إذن نتحقق من الشروط الثلاث ثم نحللها إلى عاملين لنرى الآن 2 ألف تربيع زائد عشر ألف زائد خمسة وعشرين هل تمثل الفرق بين هل تمثل لنا مربعاً كاملاً؟ سنبحث الآن الشروط نلاحظ 2 ألف تربيع لا تمثل مربع كامل إذن بالتالي الشرط الأول لم يتحقق إذن لا نستطيع استكمال شروطنا أو استكمال البحث بذلك إذن هي عبارة عن ثلاثية حد نحاول أن نبحث عن طرق أخرى لتحليلها إن أمكن لكن كمربع كامل لا تعتبر مربعاً كاملاً هذا السؤال من فقرة تأكد 24 تربيع زائد 90 ناقص 16 هل تمثل لنا مربعاً كاملاً؟ أم لا؟ لابد أن تكون إشارة الحد الأول والحد الأخير موجب دائماً فقط الحد الأوسط إما أن يكون موجب إذا كان مربع مجموع أو سالب إذا كان مربع الفرق لكن هنا نلاحظ أن الحد الأول هو مربع لـ 22 تربيع لكن الحد الأخير ما رأيكم؟ سالب 16 هل هي عبارة عن عدد مربع؟ هي مربع للأربع لكن الإشارة السالبة هنا تجعلنا نعتبر الإجابة غير صائبة لابد أن يكون المربع دائماً موجب إذن هنا سالب 16 لا يعتبر عدد مربع بالتالي لا نستطيع اعتبار الآن ثلاثية الحد عبارة عن مربع كاملاً إذن إذا كان الحد الثابت عدد سالب فإن ثلاثية الحدود لا تشكل مربع كاملاً لذلك نتوقف عن استكمال هذه الشرط بمجرد أن يختل شرط واحد إذن نعتبر الحالة غير موجودة لدينا إذن قمنا بتمييز اليوم تعرفنا على طريقة تمييز ثلاثية الحدود التي تشكل مربع كاملاً وقمنا بتحليلها إلى مربع المجموعة أو مربع الفرق لا ننسى أن نقوم بحل تمارين الواجب بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعاً وتطلع بشوق للقائكم في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر هيا